المرأة في الإسلام وكيف أن شريعة الإسلام قد حررتها من مظالم قاسية ما كان لها أن تتخلص من أغلالها التي رسفت فيها قرونا متطاولة لو لا ظهور الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السادس الميلادي واليوم نبدأ في بيان المصالح المعتبرة التي ضاعت على المرأة المسلمة بسبب عادات المجتمعات وتقاليد الشعوب وتعارضاتها مع أحكام المرأة في شريعة الإسلام صراحة أو تورية من ذلكم مسألة المغالات في المهور في مجتمعات القلة والندرة الاقتصادية والتي صمت علماء الإسلام صمتا مريبا عن ترسخها وتأصلها وتجذرها في عادات الناس حتى صارت العقبة الكأود في قضية الزواج وقد كان من واجب العلماء والدعاء أن يتصدوا لمقاومة هذه الظاهرة وأن يضربوا الأمثال للناس بأنفسهم وأولادهم وبناتهم لحملهم على التخلص من هذه الظاهرة التي جعلت من الزواج أمرا بالغ الصعوبة وفي هذه المسألة تطالعنا نصوص شرعية أصيلة أسدلت دونها ستائر النسيان حتى صارت من قبيل المتروك أو المسكوت عنه سواء منها ما تعلق بيسر المهور وتجهيز بيت الزوجية وتأثيثه والاكتفاء فيه بأيسر الأشياء وأقلها قيمة أو ما يتعلق بفلسفة الإسلام في قضية المهر التي جعلت منه رمزا يعبر عن الرغبة القلبية في الارتباط وليس مظهرا من مظاهر السفه أو البذخ والمباهاه ومن فلسفة الإسلام في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قيمة المهر إلى ملء الكف طعاما أو إلى خاتم من حديد أو نعلين بل اكتفى فيه بأن يعلم الزوج زوجته سورة من القرآن ولو من قصار الصور ولم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم حطا من قدر الزوجة أو إزراءا بشأنها بل كان وضعا للأمور في موضعها الصحيح ذلك أن الرغبة القلبية أو الحب الذي يجمع بين قلبين هو من باب العلاقات المقدسة التي تتضاءل إلى جوارها أموال الدنيا بأسرها ولا يمكن التعبير عنها بمقابل مادي مهما غلى ثمنه والمطلوب هنا هو تقديم ما يشير إلى هذه العلاقة ولو من بعيد ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن فتح باب الغلاء في المهور أو المغالاة في تقديرها يحول هذا الرمز المعنوي المتعالية على المادة إلى كونه سعرا أو ثمنا تقدر به سلعة من سلع السوق التي يزيد سعرها ويهبط بالمساومة أو المفاضلة ويلزم ذلك أن تصبح مهور الطبقة الثرية أقدر على التعبير عن الحب أو الرابطة القلبية من مهور الطبقات الفقيرة وهذا خلاف الواقع الذي يثبت استواء الشعور في هذه العاطفة عند الناس جميعا يدلنا على ذلك ما يطالعنا به الواقع بين الحين والآخر من أن فتاة مثلا من ذوات الثراء يرتبط قلبها بفتى مستور الحال وتشعر بسعادتها في جواره رغم الفروق المادية الصارخة بينها وبينه والعكس صحيح كذلك ولا تزال الأمثلة المتكررة شاهدة على أن المهر وتكاليف الزواج ليس أي منهما ثمنا وإنما هو رمز لرغبة دفينة صادقة ولعل هذا ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم لتشجيع الشباب على قلة المهور حتى أصبح يسر المهور وقلتها وبساطتها سنة من سننه صلى الله عليه وسلم التشريعية التي يتعلق بها طلب شرعي يثاب المسلم على فعله وإن كان لا يعاقب على تركه وفي هذا الأمر يقول صلى الله عليه وسلم خير الصداق يسراه إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة حين زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فقد روى ابن عباس أن علي لما تزوج فاطمة رضي الله عنهما وهي سيدة نساء العالمين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية ومعنى الحطمية التي تتكسر عليها السيوف وانظر معي أيها المشاهد الكريم كيف أن الدرع وهي شيء بسيط صلحت مهرا للزواج من سيدة نساء العالمين في الإسلام وقد زوج صلى الله عليه وسلم امرأة وقال لها رضيت من نفسك ومالك من علين قالت نعم فأجاز هذا الزواج وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت مرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم وقد ترتب على انتشار ظاهرة غلاء المهور وما يرتبط بها من إسراف في التجهيزات والحفلات في المجتمعات الإسلامية ظواهر أخرى انعكست سلبا على الشباب والفتيات والعائلات وأول هذه الانعكاسات ظاهرة العنوسة التي تضرب معظم العائلات الفقيرة والمتوسطة الحال وظاهرة العزوبة التي يعاني الشباب من خلالها ضغوطا نفسية هائلة من أجل أن يحتفظ بطهره وعفافه وطاعة أوامر ربه لا فرق في هذه المعاناة اليومية بين الفتى والفتاه من الشباب ومن المفارقات في هذا الأمر أن المعاناة التي تعرض للشاب أو الفتاه بسبب الالتزام الخلقي من جانب والضغوط الغريزية من جانب والصراع بينهما هذه المعاناة تعرض أيضا للشباب المنحرف نتيجة الصراع بين انحرافه من جانب وبين عجزه عن التأهل بزوجه وليس من شك في أن هذا الصراع الغريزي بين عقيدة الشباب وفكرهم من جانب وبين سلوكهم وتصرفاتهم من جانب آخر قد أثر سلبا على التوازن النفسي والهدوء العاطفي اللازم لبناء المجتمعات وتقدمها وليس من شك أيضا في أنه لا حل والوضع كذلك إلا تيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام بعدما خلصها مما تراكم عليها من أثقال العادات والتقاليد وبخاصة في عصورنا الحديثة هذا وإذا كنا ننادي اليوم بضرورة تجديد الخطاب الديني فإن أول خطاب يجب البدء بتجديده وإعادة إنتاجه هو هذا الموضوع ومن الممكن أن يصاغ التجديد الديني في هذا الموضوع في ثلاث خطوات متزامنة الأولى أن يتصدر العلماء المخلصون لدينهم ومعهم المثقفون المهمومون بمشكلات البلد ليضربوا المثل الحي في التقليل من كلفة الزواج بأبنائهم وبناتهم الثانية منع مظاهر السفه في الأفراح في الفنادق والنوادي وبثها في وسائل الإعلام منعا حاسما لا استثناء فيه لأحد الثالث أن يتجه المستثمرون والأجهزة المعنية بالشباب إلى بناء وحدات سكنية تتسع لزوج وزوجة وطفل أو طفلين على الأكثر وأن تسدد أسعارها على أقصاط مناسبة لدخل الشاب وأعبائه المعيشية وظروف حياة أسرته الصغيرة والظاهرة السلبية الثانية التي زادت من تعقيد مشكلة الزواج في عصرنا هذا ظاهرة تفسير الكفاءة بين الزوجين تفسيراً يصدم أبجديات هذا الدين الذي أرسى لأول مرة في تاريخ الإنسانية مبدأ المساواة بين الناس وشهد له بذلك علماء التاريخ والحضارات ممن أكدوا هذا السبق وشهدوا أن البشرية قبل الإسلام لم تكن تعرف هذا المبدأ بل لم تكن لتتصور له معناً ولا مفهوماً لأن أعراف المجتمعات وأنظمتها الحضارية شرقاً وغرباً كانت قبل الإسلام مبرمجة على مبدأ ثابت هو مبدأ التفريقة بين الناس وتقسيمهم إلى طبقات كل طبقة منها قانعة بدرجتها ووضعها في السلم الاجتماعي لا يطرأ على بالها أن تغيره أو تبدله وكان الشعور بالطبقية بين الناس شعوراً طبيعياً تزيده الثقافات العامة والعادات والتقاليد رسوخاً واستقراراً تجد هذا ماثلاً في جمهورية أفلاطون وفلسفة أرصده الاجتماعية وثقافة اليونان وأنظمة الأديان الهندية وأعراف جاهلية العرب وقد انسلخت على هذه الأمم قرون متطاولة وهي على هذا النظام قبل أن يظهر نبي الإسلام ويصرخ صرخته الأولى في التاريخ الناس سواسية كأسنان المشد وقبل أن يجلل صوته الشريف في خطبة الوداع يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجبي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قبل بيانه الحاسم الناس رجلان بر تقي كريم على الله عز وجل وفاجر شقي هين على الله عز وجل قال ذلك ليهدم الطبقية ويدمر القبلية ويضيح بالعنصرية ويرجع بميزان التفاضل بين المتساوين إلى الفضائل والأعمال والميزات السلوكية في خاصة الفرد ذاته بقطع النظر عن أسرته أو مولده أو محتده إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ولا نعد الحقيقة لو قلنا أن فقه النبوة في هذه القضية الخطيرة توارى كثير منه خلف ضباب كثيف من مواريث الجاهلية الأولى وكانت النتيجة التعسة لهذه المفارقات حرمان كثير من ربات الحجال وذوات النعمة والثراء في مجتمعات الوفرة والرخاء من حقوقهن في أن يكن زوجات وأمهات شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة